ومما اجتمع فيه سليمان بن صرد وخالد بن عرفة تحدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن جامعي بن شداد عن عبدالله بن يسار قال كنت جالسا مع سليمان بن صرد وخالد بن عرفة تتاوهما يريدان أن يتبع جنازة مبتوء فقال أحدهما لصاحبه ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره فقال بلى حثنا بهز حدثنا شعبة أخبراني جامع بن شداد قال سمعت عبدالله بن يسار قال كان سليمان بن صرد وخالد بن عرفة تتقى عيدين قال فذكر أن رجلا مات بالبطن فقال أحدهما لصاحبه أما سمعت وما بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتله بطنه فلن يعذبه في قبره قال الآخر بلى حثنا قران حدثنا سعيد الشيباني أبو سيناء عن أبي إسحاق قال مات رجل صالح فأخرج بجنازته فلما رجعنا تلقان خالد بن عرفة تتاوه سليمان بن صرد وكلاهما قد كانت له صحبة فقال سبقتمون به هذا الرجل الصالح فذكروا أنه كان به بطن وأنهم خشوا عليه الحر قال فنظر أحدهما إلى صاحبه فقال أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول من قتله بطنه لم يعذب في قبره